اهلا بكم اعزائي المشاهدين في تاني حلقة من برنامجكم حكيم اطفال حب ابدأ الحلقة بتكرار كلام المرة اللي فاتت وافكركم ان الحلقة الهدف الاول والاخير من البرنامج ان انتم تستفيدوا بالمعلومات اللي بتتقال خلال الحلقة على قد ما تقدروا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن كل ما يمر به الطفل من سن من اول ما يتولد لحد سن ست شهور النهاردة حلقة جديدة بمرحلة جديدة مرحلة الطفل بيخلي الام تبدأ تشد في شعرها ويبدأ هو كمان يشد في كل حاجة حواليه ويبتدي يكسر ويبتدي يزن مرحلة مليانة تساؤلات مختلفة زي ابني مش بيتول بنتي مش بتاكل مش بتدخن وحاجات كتير من هذا القبيل وعلشان كده المرحلة دي مليانة تساؤلات كتيرة مختلفة على كل الامهات وخصوصا على الامهات اللي بتواجه الموضوع الامومة ده لأول مرة انا موجودة معاكم ومعايا النهاردة في الستوديو دكتور علاء النحاس اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاد مرحب حركي دكتور ازايك اهلا وسهلا بيك يا سيد زيارة وان شاء الله نقدر النهاردة كمان نفيد كل الامهات ان شاء الله زي الحلقة اللي فاتت ان شاء الله دكتور علاء موجود معنا النهاردة علشان يكلمنا عن رحلة الطفل من 6 شهور لحد سنتين الاول بفكركم اوعوا وتنسوا لو حابين تسألوا اي اسئلة ودكتور علاء يرد عليها في فقرة الاستفسارات في اخر الحلقة تدخلوا على صفحة عياد الدكتور علاء النحاس على الفيسبوك باللغة العربية هنرد اكتبه في الاسئلة بتاعتكم في اول بوست هتلاقوه ودكتور علاء هيرد عليها وكمان دكتور علاء في اخر الحلقة مجهز لنا مفاجأة فتابعونا جهز دكتور نبتدي فقرة الاسئلة مجهز لنا معنا اسئلة كتير في الحلقة اللي فاتت حضرتك كلمتنا عن موضوع الرضاعة الطبيعية وقلت لنا ان الطفل لازم يفضل ياخد لبن بس لحد بسن 6 شهور طيب امتى الام تبتدي تدخل اكل او شرب كمان جنب الرضاعة الطبيعية تمام احنا بنأكد على المعلومة مرة تانية احنا بنقول ان الام لازم تردع طفلها رضاعة طبيعية يعني رضاعة طبيعية مش معها اي حاجة تاني لمدة 6 شهور فبالتالي اول حاجة ببتدى تديها بعد الفترة دي بعد 6 شهور طيب تبتدي تدخل ايه بقى ايه اول اكل تبتدي تدخله اول اكل تبتدي تدخله احنا عندنا الطفل سبحان الله بياخد حاجة سيلة اللي هو اللبن فبيبقى الاقرب للبن اللي هو الحاجات الشبه سائلة يعني احنا نبدأ ندي مثلا شربة شربة لحمة او فراخ ندي سيريلاك مش عايزين نقول اسامي تجارية بس الحاجات اللي الناس تعودت عليها الهيرو بيبي السيريلاك الحاجات اللي قوامها كده وكمان الزبادي من الحاجات المشهورة والرخيصة واللي ناس كتير قوي بتبدأ تديها للبيبي في الاول طيب نقف ثانية بأكد عن موضوع الزبادي عشان فيه ناس كتير قوي بتقولي انه هو معمول من اللبن الجاموسي هو مش ناس كتير بتقولي هو معمول من اللبن الجاموسي او البقري فأمعيات كتير بتحاول تأخروا عن الطفل فايه البقى الفرق هو الفكرة اه الفكرة فيه فرق بين الزبادي وبين اللبن هي دي المعلومة اللي احنا عايزين نأكد عليها اللبن البقري او الجاموسي منفعش اديه للطفل في اول سنة من الهم تمام ممكن اضيفه لبعض الحاجات اضافات بسيطة جدا ده كلام جديد احدث حاجة في الموضوع لكن فيه فرق بينه وبين الزبادي يعني الناس تقول طب ما هو هو اللبن هو الزبادي لا الزبادي متضفلها البكتيريا النافعة اللي هي الخميرة بالبلدي كده دي بكتيريا نافعة بتساعد الجهاز الهضمي بتاع الطفل انه هو يتحسن ويكون افضل بتساعد المناعة بتحسن بتقلل كتير خالص من النزلات المعوية وكمان التكوين بتاع البروتينات بتاع الزبادي عندنا نوعين من البروتين مهمين الوي والكازين الوي والكازين دول نسبتهم في اللبن البقري الجاموسي مختلفة تماما عن اللبن الطبيعي او رضا طبيعية لكن في الزبادي وجدوا انها مقاربة اوي للبن الام وبالتالي الهضم بتاعهم اسهل وبيبقوا افضل كتير خالص من اللبن البقري او الجاموسي يبقى علشان كده بنشوف امهات كتير اوي بتجري وراء ولادها بعلبة الزبادي لحد لما يخلق طيب ممكن حركة تقول لنا كده رشدة سريعة ايه هي طريقة الغذاء الصحي للاطفال طريقة الغذاء الصحي هو دايما بننبه على الامهات ان احنا من يعني فيه ام بتتوجه لفقة لجزء معين من التغذية يعني نشويات مثلا تلاقي ام بتدي رز بتدي مكارونا بتدي سيريلاك بتدي كل الحاجات دي في سكة النشويات تمام لا انا عايز الوجبة او طريقة التغذية تبقى وجبة متكملة يبقى عندي خضوعات يبقى عندي فواكه يبقى عندي تنوع في الاكلات اللي انا ببدأ اديها الطفلي مش بامشي في سكة واحدة او في خط واحد واقدر ادي كل القيم الغذائية كالسيوم بروتين في الحاجات اللي انا بديها في الاكل للطفلية طيب كويس ان حركوا قابتا عن حتة الوجبات دي عشان ممكن تقول لنا بقى وجبة تكون سهلة وسريعة التحضير كده للامهات ويكون فيها كل العناصر الحرك بتتكلم عنها طبعا فيه وجبات سهلة جدا وبتوفر هتوفر علينا حتى الكوس دي ان احنا نطلع نشتري حاجة ونشتري حاجة يكون فيها كمان مضافلها حاجات موات حفظة وحاجات ممكن تدور البيبي احنا ممكن مثلا الخضروات عندنا البطاطس الكوسة الجزر البسلة كل الامهات بتعمل الشربة دي وبتحط فيها قطعة لحمة وقطعة فراخ واسلقهم كويس اوي 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 لحد ما يستروا كويس وبيتضربوا في الخلاط مثلا القوام بتاع السريلاك ده هيبقى نفس القيم الغذائية اعلى بكتير وفيها حاجات كتير مفيدة كمان عندي الفواكه موز تفاح اقدر ان انا اسلق التفاح ده واهرسه واضف له معلقة مثلا من اللبن او كده بيبقى فيه قيم غذائية عالية جدا ومالتيفيتامنز طبعا مهمة جدا للأفضل طيب ايه هي يعني كام الوجبة في اليوم يعني عدد الوجبات في اليوم اللي الطفل المفروض ان هو ياخدها المفترض من بعد ست شهور زي ما قلنا الامة بتبدأ تدور كده تخش بوجبة وها ام تبقاش وجبة لو حتى معلقة بيبقى بتبدأ بوجبة اتنين في اليوم وبنبدأ نتدرج بالوجبات دي لحد ما احنا دلوقتي عايزين نستغنى عن اللبن ده فبالتالي بنوصل لعدد خمس وجبات في اليوم علشان اقدر ان انا اقول ان طفلي ده خلاص بقى جاهز ان هو يتفطب وانه يستغنى عن اللبن هو كل ما تزيد وجبة كل ما كمية اللبن اللي هو بياخدها بتقل بعد ما حالك قلتلنا بقى عدد الوجبات يعني ايه يعني الطفل مسلا زينا يعني الامة صحية يفطر وتغذيه وتعشيه في النص مسلا تديله سناك هل هو يبقى دي الحياة بتاعته؟ هو ده ده سؤال مهم جدا لان تنظيم مواعيد الاكل دي حاجة مهمة جدا انا لازم اعود البيبي او الطفل بتاعي ان يكون تنظيم افراز الانسولين في جسمه بمواعيد محددة لو لاحظنا كلنا ان اي انسان عايز يزيد في الوزن او اي انسان عايز يخس لازم يتبع نظام غذائي وكل الانظام الغذائية لازم بقى فيها مواعيد لازم بقى فيها وقت بتحكم في افراز الانسولين في جسم الانسان وبالتالي هنا انا لازم ابقى عامل فطار وغدى وعشى بمواعيد سبتة ويبقى بينهم سناكس مثلا في النص بين الوجبات دي علشان اقدر اخلي الطفل يستفيد اقصى استفادة من الاكل اللي هو بيأكله طيب ممكن تقول له حديدة ان تقول لنا ايه هي الطريقة اللي الام تمشي عليها عشان تسهل موضوع الفطام هل تنظيم الوقت الغدى ووقت الاكل ده هو بيسهل العملية دي؟ طبعا احنا الفطام قلنا في الخطوطين اللي فاتوا تنظيم فطار وغدى وعشى وكل ما زادت عدد الوجبات وصلت للخمسة كل ما الام ارتحت في موضوع الفطام طريق ادخال الاكل وطريق تنظيمه نيجي بقى يا دكتور لأكتر سؤال تقريبا بيتقلنا وبيتقل لحضراتكم يعني ده كثرة الاطفال اللي هو انا ابني وصل لسن سنة ومش بياكل فهما بيبعزين يعرفوا ده من ايه؟ لان دي شكو عامة تقريبا فريل اعداد قالها دي شكو عامة تمام ده حتى يعني احنا احنا جايين حتى الامن برا ده برنامج ايه اطفال ابني مش بياكل عايز الاقي رد للسؤال هو كل القصة البداية اللي احنا بنقولها يا جماعة وتدرج الاكل ده مهم جدا علشان المستقبلات الحسية عند الاطفال هو الطفل ده لي ست شهور بياخد اكلة واحدة بطعم واحد مستمر عليها فعلشان انا ابدأ ادخله اكلات تانية وابدأ اديله حاجات تانية لازم يقفيد تدرج معين سوري للاكل ده بطريقة معينة علشان المستقبلات الحسية دي تتعرف عليه وتقبله العلم او الكتب والنظريات العلمية بتقول ان اي طعم عشان ابتدي انا اتقبله لازم ادوقه من مرة لاربعتاشر مرة علشان يبتدي معي عدد المرات دي عشان ابتدي اتعاود عليه وهحكي لحضرتك قصة كده ظريفة انا بالنسبالي فيه طبعا نوع من السلطات كل الناس يعني تسمع عنه اللي هو الكولوسلو الكولوسلو اول مرة دقته انا سوري كنت اي اي ده كنت هرجع يعني انا اسف يعني طعمه حلو وحادق والمفروض انها سلطة وفيها عسل فكان بالنسبالي اي ده حاجة غريبة جدا واستربت زميلي اللي اكلوه مرة تانية بالصدفة اتحط قدامي فقلت يعني الناس بتحبوا اول الدرجات دي طب هدوق تاني فدوقته لقيت لا الموضوع مختلف عن المرة الاولانية هو طعم غريب بس مختلف في مرة تالتة بقى بالفعل انا اكلته وعجبني جدا يعني انا حسيت ان لا ازاي انا ما عجبنيش في المرة الاولى واستمر طبعا الموضوع على كده فده نفس القصة اللي بتحصل مع الطفل هو بالنسبالي اي حاجة بتديها له طعمها غريب فده اللي بيخلي الام اول ما بتدي اكل للطفل وبيرفضه هي بتفتكر ان هو كده خلاص الموضوع خلص ونكسل ونبطل نديره ويبقى كده ابني خلاص مش بيأكل ووصل للمرحلة ولكن هو بيعوز ان انت تديره الاكل مرة واثنين وثلاثة حد لما يستطعونه بزاق ندرج الموضوع معي طبعا طيب في يوم هاتي دكتور بتخافي على اطفالها كتير قوي بيزل تردعه لمدة يعني بتزيد عن الطبيعي فهل سن سنتين ده ثابت في كل الحالات ان هو لازم يبطل رضاعه لا طبعا هو السن مش ثابت هو دينيا احنا في القرآن احنا الفطان لحد عامين لحد عامين يعني ده دي الفترة الاقصى والجايدلاينز كلها وجدت ان الافضل ان الطفل ما يعديش السنتين يعني اضلش يرضع حد سن السنتين فبالتالي الفترة هتختلف او هتختلف فيه ام اللي مشت على الكلام اللي احنا بنقول عليه هتقدر انها تدخل اكل الطفل تقدر بقى تفتموه على سنة ونص على سنة وشهرين وثلاث شهور هتقدر لكن فيه ام تاني لو مدخلتش اكل الفترة هتطول معها وتاخد لحد اخر السنتين المشكلة بقى انها ما يزدش عن السن ده وانه ما يقلش ما تجيش ام طفل طفلها بس على ست شهور هي دي الفكرة يبقى فيه ترازن في الموضوعين اوكي فيه بقى يا دكتور نيجي عند مرحلة مرحلة انا من كتر اللي بسمعه عنها من الامهات بحس ان ايه مرحلة غلثة جدا مرحلة التسنين امتى يبدأ الطفل وفضح انا وش حضرتك امتى الطفل بيبدأ يسنن وايه العراض كده اللي بتزهر عليه واقول والله الطفل ده او الولد ده ابني بيسنن طيب هي فترة التسنين طبعا فترة مزعجة جدا هو بتبدأ امتى المعاد على ست شهور يعني المعادها ست شهور طيب ايه بقى الاعراض الاعراض المزعجة طبعا بتبقى الام الطفل بيزن جدا بيفضل يزن ويبكي بدون معرفة سبب الطفل بيبقى ممكن فقد الشهية مش عايز ياكل يبتدي يحصل له رشح مثلا تمام يبقى متقريف بالبلدي كده تلاقي ابنها اعراض غريبة معاه احيانا بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة وممكن يحصل للطفل اسهال فطبعا رشح ارتفاع درجة الحرارة واسهال الامهات ممكن تشك في الاعراض ديه احنا كان معينا صور بتاعة فترة التسنين دي لو حد بس يطلعانا على الشاشة اه الاسنان اوه طيب ممكن تقوليني يا دكتور طيب العراض الحرارة بتقول عليها الام لما تبتدي تظهر يعني تتشرف ازاي الاعراض دي لما تبتدي تظهر اهم حاجة عندي ان الامة متجريش تدي الطفل ده مضاد حياة او تدي له علاج مالوش لزوم هي كل الفكرة ان اعراض التسنين دي اه الاسنان دي هنيجي دي بتعرض لنا الاسنان وموعيد ظهرها الاعراض دي لما بتظهر الام بتفتكر ان الطفل عنده نازلة معوية وتبتدي تدي علاج مالوش اي لزوم هي الفترة التسنين دي هتعدي ان شاء الله بحاجات بسيطة جدا ومش هتحتاج ان احنا ندي لكن اللي بيحصل ندي مضادة حياوي بنأثر سلبا على مناعة الطفل طيب هل سن التسنين ده يعني سابت عند كل الاطفال لا زي ما احنا شوفنا في الصورة اللي كانت معروضة السن ممكن يختلف شوية بيبدأ من ست شهور وبيستمر معانا حد سنة طيب ايه اول الأسنين اللي بيطلعها يا دكتور ايه ايه ازاي ما احنا قلنا كده من ست شهور لتمن شهور السنتين اللي تحت العماميتين في صور دكتور ايه ايه في صور أول صورة السنتين اللي من فوق اللي من تحت الاول وبعد كده اللي من فوق اللي من تحت من 6 لتمن شهور اللي من فوق من 8 شهور دول أول substitute دول الفيبي طيب امت بقى الباب يبتد يقعد لوحده امن غير محد يسنده او يسند في اى حاجه تمام هو البيبي بيبتدي يقعد لوحده برضو زي نفس مقابل الفترة دي من ستة لثمان شهور تمام بس عايزين ننبه على حاجة هو البيبي مش هيقعد مش هيقعد من غير ما احنا نعوده يقعد يعني فيه ام بتنتظر ده ابني ما قعدش طب هو انت حاولت حضرتك تقعديه وتحطي له مسندين وحاجة قدامه عشان يبتدي يقعد ويتدرب على ان هو يوصل للسن ده ويكون قعد لوحده هي دي الفكرة فهو من ستة لثمان شهور من قبلها بنبتدي نعاود الطفل ان هو يقعد نسنده ونحط له حاجات قدامه عشان يبتدي يتعاود ان هو يقعد طيب من سن كم البيبي يبتدي بقى يحبيه وينزل على الارض وكده اه الحبية معانا من تمانية لعشر شهور بيبقى على تسعة شهور الطفل بيبتدي يحبيه برضو فيه الصور عندنا هنا هتلاقوا فيها الموعيد الموعيد طبعا بتختلف شوية او فيه رنج دايما من كذا لكذا فبيبتدي يحبيه معانا بيوصل لحد تسعة شهور لازم يكون الطفل ابتدي يحبيه طيب وفيه حتة كده الطفل بيمشي فيها فسن بقى كم بيبتدي يقف ويمشيه يقف على سن سنة ويبتدي يمشي ماشي كويس على سن سنة ومص طيب هل الطفل لو اتأخر بقى في الوقوف والمشي لسن سنة الامة تتجي تتصرفت ازاي طبعا الطفل لو اتأخر عن سن سنة هو كل حاجة لها سن يعني مايجيش مثلا الطفل احنا قلنا من ستة لثمان شهور يقعد مايجيش لسن سنة مايكونش قاعد مايجيش لسن سنتين مايكونش مشي مايجيش لسن سنة ونص مايكونش وقف فالتأخر في الحاجات دي لازم نشوف نقيم الطفل ده ونشوف ايه المشكلة اللي عنده ممكن نقص في فيتامينات معينة بتتعالج بطريقة بسيطة اهم حاجة ان انا اول ملاقيه متأخر ابتدي اتعامل مع الموقف طيب الام تعرف ازاي ان الطفل بتاعها عنده مشكلة سواء فقف النمو عقلي او جسدي طبعا القصة طبعا اللي احنا قلناها دي الاعاد والحبية والتسنين والكلام ده كله ده نمو جسدي تمام لو المشكلة دي موجودة ومصاحب لها كمان ان الطفل ده مايوصل لسن سنة مثلا مايعرفش مامته مايعرفش باباه مابيينطقش اي كلمات مابيتحك لناش مابيبتسم لناش في حاجة عندنا بسيطة جدا اسمها الاي تو اي كونتاكت بين الام وبين الطفل نظرة الام للطفل وانه هو تعرف تلعبه وبالبلد كده تلغيه ويهزره مع بعض ولعبه مع بعض لو الموضوع ده مش موجود ده معناه ان الطفل ده فيه حاجة فيه مشكلة عقلية عند الطفل ده وبرضه الموضوع ده لازم يبقى بتقييم من الطبيب اول ما نشك في اعراض زي كده نيجي با دكتور عند لحظة مفيش ام مش بتستنيها لاحظة اول لما الطفل يبتدي ينطق اول كلمة واحنا اكتشفنا ان الطفل مش بينطق كلمة ماما اول كلمة الطفل بينطق كلمة بابا فعند سن كان بقى الطفل يبتدي ينطق اول كلمة لها بابا هو الطفل بيبدأ يقول مقطع با او ما او نص كلمة فبيبتدي البي حرف البي في مخارج الالفاظ الناس اللي عارفة في مخارج الالفاظ اسهل كتير من الميم فهو الطفل بيفضل با 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 بعد كده يبتدي على سن سنة لازم بيكون قال اول كلمة على سن سنة فبيقول مثلا بابا اسهل له من ماما بتكون هي اللي ابتدى ينطقها كمقطعين فالناس ذكرت ان هو بيقول بابا فهي دي الاسهل لي مش قصة هو اختيار منه ولا حاجة تمام احنا حابين نقف عند الحتة دي ونوجه تحية لكل الامهات اللي بتفرج علينا لان انا حاسين ان هما مظلومين مع الاطفال لان اول كلمة الطفل بينطقها بابا مع ان الامهات هي اللي بتتعب او هي اللي بتفضل قاعدة مع الطفل من اول لما يتولد لحد لما يكبر فحابين نوجه لهم شكر وتحية لكل الامهات اللي بتفرج علينا الطفل بقى يا دكتور مفروض يكون قادر على تكوين جملة بقى كاملة يعني خلاص احنا عنده سن سنة بينا نقول بابا او ماما امتى بقى يكون جملة ويقولي انا عايز اعمل كذا يقول جملة او يسأل سؤال كامل انا عايز ااكل مثلا ده على تلات سنين تمام يبقى احنا عشان نسهلها على الناس على سن سنة بيقول كلمة على سن سنتين بيقول كلمتين تلات سنين تلات كلمات وهكذا الاج اللي بعد كده الاربعة والخمسة بنزود كلمة يعني اربعة ممكن يقول جملة من خمس كلمات خمس سنين يقول جملة من ست كلمات فهو للتسهيل اول جملة اول فترة بيعرفي يطلب فيها فترة التلات سنين تمام احنا يعني اول حاجة يعني امتى لازم الام تبتدي تلجأ لدكتور تخاطب اه تشك في الحكاية دي بقى الكلام اه يعني حراك عارف ان فيه اطفال كتير قوي بتتأخر في موضوع الكلام تمام فامتى تلجأ لدكتور تخاطب او يعني ايه العوامل اللي بتأثر اصلا تخلي الطفل يكون متأخر شوية في الكلام عن بقية الاولاد هي الاول دول دول شقين الشق الاولاني امتى تلجأ احنا قلنا تلات سنين هيكون قال تلات كلمات في الفترة السنة الاولى والتانية يعني الموضوع بنصبر عليه شوية لكن عند تلات سنين لازم هي تتدخل وتفحص الطفل طبعا وتعرضه على طبيب تمام وهو اللي بيحول يعني طبيب الاطفال هو اللي هيحولها تخاطب تمام السؤال التاني معلش امتى ايه العوامل اللي بتأثر او ان هو تخليه تأخر في الكلام عندنا اكتر من عامل العامل الاولاني هو العامل السبب العضوي ان يكون فيه مشكلة في السمع فيه مشكلة في النظر عند الطفل ده مش بيشوف كويس او مش بيسمع كويس ان هو بيتكلم عن طريق ان هو يشوف يشوفنا واحنا بنتكلم او يكون عنده شق حلقي يكون عنده مشكلة في اللسان اللسان مربوط مربوط في أي مشكلة عضوية موجودة ده الجزء الأولاني الجزء الثاني اللي الناس بتنساها إن حضرتك ما بتكلميش ابنك أصلا وعايزها يتكلم لا دايما لازم نبدأ أن نقوله كلمات وهو يرددها ورانا لأنه هو بيبص على حركة الشفاف بتاعتنا وبيسمع اللي احنا بنقوله وسبحان الله بيحصل ربط للاثنين عشان يبتدي يقدر يقول الكلام بتاعه يعني من كلمة دكتور نفهم إن كل الأمعات لازم تكشف بدري على طفلها سواء السمع أو النظر لأن كل ده بيأثر على طريقة الكلام بعد كده فكل ما تكشف بدري كل ما تلاقي يعني لو فيه مشكلة من بدري هتقرف تلحقها طيب احنا تكلمنا يا دكتور الحلقة اللي فاتت حريك قلت لنا على الأمراض اللي متعرض لها الطفل من أول لما يتولد لحد سن ست شهور حريك بقى كمل لنا إيه الأمراض اللي بيتعرض لها الطفل من ست شهور لحد سنتين تمام من بعد ست شهور إحنا اتفقنا إن الأم هتبتدي بقى تعمل أكل هتبتدي تجيب حاجات خارجية وتجيب تعمل أطباء وتستخدم أدوات فبالتالي بيزيد نسبة إن إحنا نتعرض لقدر الله نزلات معوية ده دي بتبقى مشهورة قوي في الفترة دي والحاجة التانية بتبقى مشهورة هي التهاب الشعبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرقوي دول أشهر حاجتين معانا في الإجد طيب ممكن تقول لنا إيه بقى العلاج بتاع سواء المرض ده أو ده طيب إحنا هنقول الحاجات البسيطة لإن الحاجات المركبة المفروضة إن أم لو ما نفعتش الحاجات البسيطة دي تكشف النزلات المعوية يا جماعة فيه حاجة مهمة جدا هو محلول معالجة الجفاف ده بيبقى الخطوة الأولى بتاعتك إن أنت بتحاولي إن أنت تعوضي الطفل طبعا إحنا بمسمينه محلول معالجة الجفاف لكن معلومة كبيرة ومعلومة مهمة الناس متعرفهاش هو بيعالج الجهاز الهضمي كله وبيعالج النزلة المعوية مش بس بيمنع الجفاف هو بيعمل الحاجتين فده لازم أبدأ به تمام ده بالنسبة للنزلة المعوية لحد ما نيجي لتفصيلات في الأمراض دي أو نكشف تمام الالتهاب الشعبي أو التهاب الرئوي جلسات البخار ده من الحاجات المهمة جدا 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 اللي بنعالج بيها الالتهاب الرئوي وبنستخدمها وليها تأثير كبير جدا على علاج الرئتين بتوع الطفل طيب حريك قلت جلسات البخار احنا معينا فيديو هيصهر دلوقتي معينا على الشاشة جلسات البخار عشان حضرتك كنت قلتلنا ده الجهاز وفري الاعداد برضو وإحنا بنعد الحلقة قال إن الجهاز البخار ده ممكن الأم هات تشتريه وتستخدمه في البيت حريك بقى تشرح لنا إيه هي طريقة استخدمه احنا معينا فيديو بتاع جلسات البخار بلاك في الجلسة الجهاز هو ده هو هنا أنا ده طبعا اللي في الكيس ده ده المسك اللي احنا المفروض كل واحد فينا بيستخدم مسك مختلف عن التاني وما ينفعش طفل هو وأخوه ياخدوا نفس المسك أو أي اتنين في البيت يستخدموه لازم كل واحد نفتح له مسك زي كده الخرطوم الأولاني ده ده ليه طرفين طرف بيتركب في الجهاز البخار والطرف الثاني زي ما أنا هعمل كده هركبه ده طريقة تركيبه لإنه هو بيبقى جاي متفصل كده أو مفكوك يعني ده المستودع اللي احنا بنحط فيه الأدوية أو العلاج بتاعنا طبعا الخرطوم بتركب من تحت في المستودع كده تمام والجزء اللي من فوق ده احنا بنركب فيه طبعا الخرطوم اللي احنا شارنا عليه ده ده في الجهاز جزء اللي من فوق فوق المستودع هنبتدي نركب المسك كده ده كده احنا ده عملية التركيب بتاعته وطبعا الاستك ده بتلف حوالين دمارة الطفل اه وش الطفل وبيبتدي ياخد بالجلسة هنبتدي بس ده الطرف الثاني اللي بتحط في الجهاز هنا ده فلوميتر في الحضانة ممكن نستخدمه عندنا احنا الجلسات تحت الأطفال لكن في الجهاز اللي جبنا صورته بيبقى فيه مكان بتحط في الخرطوم ده المستودع بقى اللي احنا بنفتحه ده مادة من المواد اللي احنا بنستخدمها من أدوية اللي احنا بنستخدمها في الجلسات اللي هو الفاركولين احنا ممكن بنيدي بقى نقط النقط دي بتكون الدكتور اللي كاتبها دي جرعة علاجية بتكون على حسب وزن الطفل بنحطها وبندفلها بعد كده محلول ملحي طبعا لازم للناس تبقى عارفة المكان ده المستودع ده هو اللي بتحط فيه المادة يعني برضو الناس بتبقى بيجي لها المسك مفكوك هي مش عارفة تتعامل معها ازاي او تركبه ازاي في البيت يعني تمام هنجيب بعد كده هنضيف الملح لازم الملح ده ليه فوائد كتير في إزابة البلغة وإزابة الإفرازات كلها تمام الجزئة الفاركولين ده العلاج اللي احنا اللي هو عبارة عن موسع للشعب اللي كدهن بيشتغلوا مع بعض تمام كده بنقفل بعد كده المسك بنفس الطريقة دي وبنركب المسك كده تمام وبعد كده بنوصله معانا لما هنوصله بالجهاز هيبتدي يطلع يحول لي كل الالاج اللي احنا حطنا ده هيحوله لبخار وهي دي في كلمة الناس تقولك ايه ابني عايز ياخد جلسة بخار ايه البخار ده هي دي الفكرة انها الاسم الدرج انها بخار لكنها جلسات ستنشاق طبعا للأدوية اللي احنا بنقول عليها ده طبعا تحول اهو البخار طبعا حتى ده يطلع ده بسبب البريشر اللي بيعمله الجهاز الجهاز بيولد لنا البريشر اللي بيخلي البخار ده يطلع طبعا زي ما حدرتك انت بتقول ان لازم النقط دي الدكتور هو اللي يكون كاتبها فدي حاجة كويسة جدا ان الامهات يكون عندها لو ابنها محتاج حوار جلسات البخار ده انها يكون عندها القدرة انها سهل جدا انها تجيبه ويبقى عندها في البيت وهو سعره رخيص مش مشغالي قوي وهيوفر كمان مشوار يعني رايحين جايين على الدكتور فهده هيكون موفر شوية معينا طيب يا دكتور تقول لنا ايه الاجراءات اللي الام تاخدها علشان تكون يعني تقلل العرضة بتاعة الطفل للامراض زي كده زي التهاب الرئوي والشعر تمام احنا عندنا طبعا من نزلات المعروية قلنا بتبدأ بدري عندنا فيه تطعيم مهم جدا ومش موجود في التطعيمات الروتينية هو تطعيم الروتافيروس وده ما بيتعطيش غير قبل ست شهور يعني لو احنا عندنا ست شهور يبقى ضع علينا فترة التطعيم ده وده من اشهر الفيروسات اللي بتعملي النزلات المعروية فبالتالي لازم اهتم قدر الامكان يا جماعة ان احنا نديه للطفل قبل ست شهور ده بيقلل لي خالص حدوث النزلات المعروية ده جزئة التطعيم الجزئية التانية ان الام تقدر تعقم الادوات بتاعتها زي ما قولنا بمية مغلية تعقم الاطباء والمعالق اللي بيستخدمها للطفل وتستخدم دايما في تحضير الوجبات المية المغلية دي جزئية النزلات المعروية جزئية الالتهاب الشعبي والتهاب الرئوي الام لازم تاخد بالها من حاجة بتتنسي جدا هي سوري البامبرز بيبقى ساعات الام تشغلت او بنتأخر مش عايزين نقول كسل بقى بنتأخر فالمية او السوائل دي بتوصل لهدوم الطفل فبالتالي بتبتدي تأثر مع الهواء وكده يعمل له نزلة شعبية او الحاجة التانية القصة اللي قلناها في التكييف طفل ما يستحماش بقى ونطلعه ونحطه قصات مروحة وقصات تكييف احنا تكلمنا في الحالة لفات اه والخروج في الهواء بدون ما الطفل طبعا يكون لابس ملابس كويسين نسبة لأطفال الأكبر كده انتهت فقرة الأسئلة بتاعتنا مع دكتور علي النحاس والناس اللي حابة ترجع للفيديو في اتفرجوا على الاعادة الساعة واحدة بالليل على قناة الصحة والجمال وكمان هنزل لكم الفيديو على القناة بتاعتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك هنطلع فاصل استنونا رجعنا لكم مرة تانية ومكملين فقراتنا ببرنامج حكيم أطفال اللي حابب يشارك ويكلمنا على التليفون رقم 0100-338-559-6 هنستقبل اتصالاتكم في آخر الحلقة نبدأ بقى فقرتنا يا دكتور وذي فقرتي المفضلة فقرة المفاهمة الخطئة حضرتك عارف من المرة اللي فاتت ولأي حد لسه بيتفرج علينا لأول مرة دي فقرة منقول فيها المفهوم غلط الناس ماشي عليه أو بتسمعه كل يوم ودكتور عليها بيقول لنا رأيه بيقول لنا صح ولا غلط نبدأ يا دكتور لازم ندوأ البيبي من كل أنواع الأكل خلال الست شهور وهو عنده ست شهور علشان يتعود على إنه هو يستطعم الأكل تمام لا طبعا ده مفهوم خاطئ هو إحنا ندوأ يعني جزء منه صحة أنا هندوأ الطفل بس هندوأوا إيه زي ما احنا قولنا الحاجات الشبه سائلة هو كان بيرضع لبن ياخد الحاجات الشبه سائلة لحد ما يبتدي بعد كده ياخد الحاجات الشبه صلبة على سن 9 شهور كده وبعد 9 شهور وهنا فيه خطورة كبيرة جدا لازم ننبه الناس ليها إن فيه الأمهات ممنوع منعا باتة إنه احنا نبدي حبوب يعني زي الفول السوداني مثلا زي اللب بالحاجات اللي زي دي ممكن تعمل مشاكل في الجهاز التنفسي للطفل فبالتالي لا هو مش هيدوق أي حاجة وخلاص ما يدوقش أي حاجة كده حاجات الصلبة لا طبعا حاجات الصلبة لا لأ فيه ناس بتقول هادد الطفل بالضرب عشان يقعد يأكل لا طبعا ده دي حاجة خطر كبير جدا وخطأ كبير يعني طبعا الطفل اللي هضربه علشان يأكل ده هيمنع الأكل خالص وهيرفض الأكل وهيعند معي هم حاجتين نعود نفسنا يا جماعة خطر جدا إن أنا أضرب الطفل فيهم تعودوا على الحمام الطفل لما يعمل الحمام سوري على روحه وأنا بضربه إن هو يتعلم ما يعملش حمام لأن الأطفال ممكن تدخل في إمساك لفترات طويلة وممكن يبقى خايف من قصة الحمام ومش عارف يتضرب عليها كويس وحكاية الأكل لأن العند هو الطفل ده العلامة بتاعته هي العند أنا عايزه يأكل أستخدم الغيرة الطفل بيغير أستخدم الغيرة معاه هي دي اللي هتخليني أعرف أأكله لكن الضرب والعنف والكلام ده مش هينفع بالعكس فعلا ممكن موضوع الغيرة ده مثلا إن يكون لي كويس شعارك هيتول هتجبه هتبقى كبير أو تدخل تروح الجيم تمام ولو ليه أخ ده التشجيع لو ليه أخ وبأكله قدامه لو بأكل الأم والأب بيعود ويأكلوا مع بعض وبأكل بابا قدامه بيبقى عايز يعمل زي هو أي حاجة الكبار بيعملوها هو عايز يعملها زيهم بس هم ما تقول ليش يعملها هو يحاول يعملها من نفسه التتينة أو السكاتة عشان محدش يتلخبت كل ناس تبقى فاهماني بتسبب تشوه في الأسنان لا طبعا هي التتينة أو السكاتة وبالنسبة لنا التتينة اسم جديد علينا بس السكاتة دي مش بتعمل تشوه في الأسنان بس تعمل مشاكل تانية بتعمل هي ليه هدور في النزلات المعروية لو الأم ما حافظتش على انضافتها بشكل مستمر وما حافظتش على إنها هتعقمها وثابت هي بيبقى لها غطى كده ثابتها في الهوى أو ثابتها تتعرض لأتربة وكده بتبقى بتعمل مشاكل كبيرة مع الأطفالين فيه ناس بتقول إن الولاد بيتأخروا عن البنات في الكلام وكمان في دخول الحمام لا إحنا زي ما قولنا وعرضنا المواعيد بيبقى برضو الطفل بيمسك نفسه عند سن مثلا خمس سنين سواء ولد أو بنت اللي اتنين نفس الإيج ما فيش فرق بينه الأخ الصغير لازم يعدي بكل مراحل النمو اللي الأخ الكبير عدى بيها إلا كده يكون فيه حاجة غلط لا برضو مفهوم خاطئ جدا إحنا بنقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد مختلف عن التاني كل واحد عنده هرمونات وإنزيمات بتفرز بترتيب معين وطريقة معينة عنده النمو بتاعه وتكوينه الجسماني مختلف من طفل للتاني وسبحان الله احنا عندنا حتى لو توقم لو توقم بيبقوا ساعات مختلفين يعني ما تبقى اتنين توقم لا ده وزنه بيزيد أكتر من التاني ده النمو العقلي بتاعه بيبقى أسرع من ده التسنين ده سن في مرحلة غير ده فكل واحد لا كلنا كل شخص مختلف عن التاني تماما يا جماعة مش لازم يبقى زي كل طفل مختلف عن التاني حتى لو إخوات توقم نستنى لما البيبي يكبر علشان الأمة تبتدي توضيه لدكتور نظر دي حاجة غلط وحاجة لازم نوجه رسالة ان لازم نفحص النظر والسمع للطفل عند سن بعد سن شهر يعني من بدري قوي هتأكد ان هو سمعه كويس ونظره كويس من بدري خالص تمام ما استناش لحد ما يبقى في مراحل متقدمة او تحصل المشكلة الدكتور قالها مرة وانا كمان قلتها مرة فخلاص طيب أسيب الطفل لوحده لهو بيبتدي عاية او يزن وأقول سيبيه بقى ده هو بيتدلع ودي موقف انا شفتها كتير سيبيه ما تشلهوش هو كده بيتدلع لا هو الطفل طبعا ليه فترة من عمره بيبقى فيه ارتباط دائم وارتباط كبير واتاتشمت مع الأم لازم احنا نحافظ عليها لان دي لو قطعناها او الطفل ده فضلنا نسيبه والأم بعدت عنه وسبته لا ده بيعمل مشاكل حتى مشاكل نفسية حتى في تكوين الطفل بعد كده لما يكبر بيبقى عنده مشاكل كتير جدا بسبب حكاية الارتباط العاطفي او الارتباط النفسي بينه وبين الأم لا لازم ياخد فترته وبس الأم ما تزودش الموضوع وتسيبه يطول عن فترة معينة نحاول نعوده بقى يبتدي يلعب لألعابه الخاصة يعمل حاجة معينة بلاش طبعا تلفزيونه مويله الكلام ده لا يرسم يلعب نحط له أدوات قدامه نبتدي نعوده ان هو يعتمد على نفسه كده واحدة واحدة لكن ما نبقاش حتى تدلع دي وكلام ده لا الطفل طبعا ما عايز مامته لا تشيله طبعا وتعمل معادي بيكون ليه سبب أكيد اه طبعا جلسية البخار الأمهات بتخايف ان الطفل يتعود عليها المشكلة الأزالية بتاعتنا دي احنا احنا بنكتب علاج للنزلات الشعبية يا دكتور ده هيتعود عليها يا دكتور ده هيتجيب له ربه يا دكتور ده الناس الكبيرة مش عارف ايه لا يا جماعة بالعكس احنا بنقول لو انا دلوقتي بكح واخدت دوا كحها الدوا ده هينزل في معدتي مش هيروح لريعتين هينزل لمعدتي ويوصل للدم بعد كده يمتص في الدم وبعد كده يوصل جزء منه لريعتين لكن لو انا باخد جلسة بخار الدوا اللي احنا شفناها بيتحول لبخار بيدخل في ريعتين بتوع الطفل بيرجع يتكسف تاني لدوا يساعد لي في القضاءة الافرازات دي الالتهابات يوسع الشعب بيبقى العلاج بتاعه سريع جدا عن ان انا اخد ادوية تفضل تمشي في بصار طويل وعلى حسب بقى الهضم بتاع الطفل والكلام ده فبالتالي هي ما بتعودش عليها وما بتعمل شرب وبالعكس مهمة جدا جدا في العلاج تمام كده تكون انتهت فقرتنا فقرة المفاهيم الخاطئة لو حابين تسألوا دكتور علاء اي اسئلة ويرد عليكم ادخلوا على صفحة عياد الدكتور علاء النحاس على الفيسبوك مكتوبة باللغة العربية تكتبوا السؤال بتاعكم على اول بوست في الصفحة ولو حابين تتواصلوا معينا احنا هناخد الاتصالات بعد فقرة الاستثارات بتاعت الفيسبوك على رقم 010-33-855-9-6 وهي يظهر قدامكم على الشاشة نطلع فاصل واستنونا عشان تعرفوا المفاجأة في اخر الحلقة ورجعنا لكم مرة تانية وكان مفروض نبتدي بالاسئلة بتاعت الفيسبوك بس معينا اتصال بيقولولي من واحدة اسمها رحمة رحمتي سامعاني ايوه السلام عليكم انت برنامج حكيم اطفال ايوه السلام عليكم بكم نكلم الدكتور اه الدكتور معيك يا اوه سامعك اهلوه سهلوه لو سامحتي يا دكتور انا بنتي عندها 8 شهور ايوه بتتحس وكتسن التقف لكن بريها قاعدة محنية يعني وشها قريب من رجليها اه انا فاهم انا فاهم حضرتك حضرتك لو ركستي في الصورة بتاعت البيبي ده ده وضع الطفل بياخده عادي بيمسك بيحاول يقرب بيمسك رجليه شوية وفي السن ده على فكرة يعني في 8 شهور هارك بتقولي 8 شهور اه 8 شهور السن ده بيبقى الطفل اقرب انه هو خلاص بقى ما احنا بنقول 9 شهور هيكون ابتدى يحبيه او هي لو بدأت تحبيه فهيكون اقرب للوضع انه هو عايز ينزل في الارض وابتدي يمشي على قديه ورجليه فبيبقى بيقرب قوي بيفضل يطلع لقدام بعد ما هو انت تعودت انه نصب نفسه وقاعد كويس لا بيبتدي يمسك رجليه لقدام وابتدي بقى يتعود انه هو يسحف لقدام بقى ويمشي على ايديه ورجليه تمام يا رحمة اه طبعا ايه اه طبعا ايه دي حاجة كويسة لا لا حاجة كويسة ما تقلقيش وحاولي لما تتسند وتقف نعمل لها نبقى نبقى وقفين حواليها ونفرش لها حاجة عشان ما تقعش عشان ده بيديها ثقة في نفسها بقى دي ما شاء الله يعني ممكن ان شاء الله تمشي بدري ميش يا تبقى شكرا يعني في حاجة في حالة زي الرحمة انا مفروض هما يبتدوا بقى من دلوقتي بقى من هي بتعمل كده ان هما يبتدوا يسندوها بقى ايه تقف اه بالضبط هي بتقول بتسند وتقف هي طبعا يبتدوا في السند هما يسندوها اه هي طالما الطفلة عايزة بقى تمسك في الحاجة وتقف وبتميله قدام طبعا عشان تبتدي تسحف بقى وتتحرك هي دي البداية يعني من انا سبحان الله الطفل بيبقى نايم بعد كده يبتدي يقعد بعد كده يبتدي يميله قدام تاني عايز يتحرك بقى بعد كده يبتدي يمسك في الحاجة ويقف سبحان الله تدرك كده لحد ما ابتديت خلاص قدر يتسند ويقف انا بقى يعني اعمله حاجة مكان يمشي فيه وابقى فارشة مثلا سجاد كويس عشان طفل ممكن يقع لقد ضله على ظهر ولا حاجة عشان دماغه ما تتخبطش فابقى متابع الموضوع يعني طيب احنا ممكن نبتدي بالاسئلة بتاعت الفيسبوك الصور تظهر معانا على الشاشة طيب في معانا ولاء رشاد مكلمنا يا دكتور عن الترجيع للاطفال بسبب وبدون سبب وقت النوم لسن 4 سنوات هو طبعا الترجيع لو بالطريقة دي وفي سن كبير كده سن 4 سنوات هو الترجيع عشان نمشي بس بمراحله الفترة الاولانية في الاطفال الزغرين في بداية من زيادة الرضعة وارتجاع المريء وحاسية الالبان كل الحاجات دي في الفترة الاولانية الفترة اللي هي 4 سنين دي لو مستمرة نعمل بس اشاعة نتطمن ان ما فيش ارتجاع يعني ما بيحصلش ارتجاع لقدر الله في المريء تمام ونتأكد طبعا لو الفترة قريبة يعني موضوع حصلهم في يومين ثلاثة قبل انهم يكون في دور برد او حاجة لكن لو مطولة ومستمرة لا نشوف نتأكد من موضوع الارتجاع المريء طيب احنا معينا الاتصال تاني من شيرين من الجيزة ازاكي شيرين شيرين سامعيني سامعيني ايو تمام حضرتك طيب انت معيك برنامج حكيم اطفال ومعيك دكتور علي النحاس ازاي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا ازاي حضرتك اهلا وسهلا بيك ايه الحمد الله تفضلي فن طيب موق انا حضرتك يا دكتور انا معي تواقن تمام هم عندهم دلوقتي 9 سعرين هم من ساعة ما تولدوا هم ما بيناموت اصلا بالليل تمام احنا قلنا لو تبعتينا الحلقة اللي فاتت لحد ست شهور هيقلي اوكي هعملوا لا ومش هيناموا خالص بعد الست شهور مفروض الساعة البيولوجية بتاعتهم بتتزبط ويبتدوا بقى هيناموا بالليل لما احنا ننام يعني ما انفعش انا مشغل التلفزيون وصهران وقاعد صاحي وعايز الطفل ينام مش هينام تمام فلو انا مواعيد نومي متأخرة خالص الطفل هيبقى عامل المشكلة دي تمام وفي حاجة تاني في الاطفال التوائم لازم تكوني بتطميني عليهم وبتفحصيهم كويس لان احيانا ايه عايزين نفرق بين ان هو صاحي عشان احنا صحيين وبين ان يكون فيه فرط حركة شوية او يعني الطفل ده بتحرك كتير يعني حضرتك يا دكتور يعني بالباع طبيعي وبعدين يعني هما على طول عياض عياض يعني احنا بالنم بدي في الساعة تمانية او تيسعة عامة ممكن بعد الساعة مية انا بس اشهرانا بيوم بعد الساعة مية يعني قبل ما يصطروا ان هما يناموا الساعة مية ان هوا المم المتطلقهم عندهم دلوقتي مستيس عاصر في تمام طيب حضرتك يعني ربع ساعة لما يناموا ونفسه تمام طيب حضرتك حضرتك بتقولي رضاعة طبيعي مش كده لا بردع ببرونا ببرونا يبقى احنا بس عايزين نتأكد ان هما بيكونوا شبعوا لان برضو في ممكن حضرتك تكوني محددة كمية الرضعة عايزين نزبط كمية الرضعة يكون الطفل ده شبع يكون شبع دي اول علامة الحاجة التانية يكون مفيش مرس عنده وما يكونش في انتفاخات عنده ونأكد على تعقيم الببرونا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت تمام شيرين انت تمام تمام شكرا شيرين شكرا طيب اخر سؤال معانا فقرة الاستفسارات بتاعة الفيسبوك الاكل يا دكتور لو حبين يدخلوا للبيبي يكون امتى ودي حاجة احنا قلناها يا توتا معانا ادم بيقول له شمعت يا دكتور انا بنتي عندها اربع سنين لو اخدت اي فيتامين بتسخن على طول اه السؤال ده انا يعني اممكن شفته كده على الصفحة هو قصة الفيتامينات يعني والسخونة يعني ما فيش ربط يعني ما تحاوليش تربطي بين الاثنين ما فيش ربط بين السخونة والمالتيفيرتال من خاص ما تقلقيش هي قد يكون بتحصل معاك صدفة طيام فيه ابو عاطف الكنج بيقول طفل عنده اربع سنوات بيكرر الكلام وبيشاور على الحاجة اللي عايزها وجسمه ضعيف واكله خفيف اعمل اي معاك اربع سنوات وبيكرر الكلام ده بقى اللي هو لو فضل الموضوع كده لحد ست سنوات ده اللي هنقول موضوع التخاطب تمام شاور على حاجة اللي عايزها ما بيتكلمش يعني نحاول نتكلم معه اكتر لو ليه اخ او اخوات ليه ما نحاولش نفرق في التعامل ما نحاولش نزعق له كتير او نضربه تمام او نعنفه الجسم الضعيف والاكل خفيف احنا احنا قلنا نسمع الحاجات اللي احنا قلناها ونحاول ننظم مواعيد الاكل بتاعته والوجبات وكميتها يعني معاك في غروب الشمس ابني عمره ثلاث شهور ونص على طول شفيف ونشفة ومقطعة وقوات كتير بتلاقيها بتنزل دمه تمام اه الشكوى دي مهمة جدا لان دي بتعتبد على حاجتين السوائل نزبط السوائل الطفل ده ياخد سوائل بقدر كافي والزنك نضيف في حاجات فيها زنك علشان التشققات والحاجات بتاعت الجلد مرتبطة بالزنك تمام تمام احنا تقريبا مش هنعرف نكمل بقية الاسئلة بتاعت الفيسبوك لان وقت حلقتنا للأسف انتهى لو حد حابب بيسأل اي حاجة وهنكمل يعني الاسئلة اللي احنا ما قلناهش المراضي هنقولها الحلقة الجاية يوم الاربع ساعة اربعة مسلنا لنهاية الحلقة يا دكتور والمفاجأة بتاعة الدكتور علاء انه هو عامل يوم الحد من الساعة ستة لحد الساعة عشرة في العيادة بتاعته بتقييم للاطفال مجانا بمناسبة برنامجنا حكيم اطفال بشكل حركة دكتور شكرا جزيلا وبنقول لكل الامهات ان هي تبتدي تتبعنا اللي بيتفرج علينا يقول اي ام لسه بتاخد مرحلة الامومة دي الاول مرة هي تتبعنا لان هي تلاقي كل حاجة تفيدها استنونا في حلقة جديدة لأسبوع اللي جاي يوم الاربع الساعة اربعة برنامج حكيم اطفال يومكم سعيد